الاهلي والزمالك في كأس السوبر المصري خاصة وحصرية لأن معسكر النادي الاهلي أخباره وكواليسه ولقطاته كل شيء فقط وحصرين على شاشة قناة النادي الاهلي بالتأكيد متابعة خاصة جداً لهذه المباراة استعدادات خاصة جداً لهذه المباراة مباراة بين فريقين بطل الدوري النادي الاهلي بطل الكأس نادي الزمالك على لقب خاضوا الفريقين خلال الفترة الأخيرة مباراة عديدة في نفس المرحلة سواء في الإمارات أو حتى في مصر لكن في النهاية الغلبة والانتصار بيكون من نصيب النادي الاهلي في خلال السنوات السابق عدد ألقاب السوبر عدد المواجهات المباشرة مع الغريم التقليدي فريق نادي أزمالك لكن في النهاية تبقى مباراة القمة مباراة كبيرة لن تحسم سوى في التسعين ديئة داخل الملعب هذه المباريات لن تلعب إلا على جزئيات صغيرة هذه المباريات بتحسمها بعض التفاصيل الصغيرة النادي الاهلي بيتميز دائما وأبدا عبر الأزمال المختلفة أنه دائما بيشتغل على الجزئيات الصغيرة سواء في التحضير سواء في اللعب سواء في التحضير الزهي الزهني والتركيز لمثل هذه المباريات وجود الاهلي في الإمارات كأنه موجود في مصر الشعبية الجارفة الحضور الجماهيري المميز حجز التذاكر منذ أيام طويلة بعد أن تم الإعلان عن تذاكر مباراة القمة تفاصيل كتير جدا متعلقة بهذه المباراة لكن في النهاية الأهلي في مهمة خاصة لاقتناص لقب السوبر ومواصلة المشوار خلال هذا الموسم وخلال هذا العام اللي بتأكيد ماليه بالبطولات الكثيرة نقطة مهمة لازم أذكرها في هذا الحدث وفي هذه المقدمة جماهير النادي الأهلي النهاردة على موعد مع دخلة خاصة وليها شكل مختلف لعمدة مشجيع النادي الأهلي في الإمارات الخال والعمدة عماد محروس خليفة نهاردة يكون فيه دخلة خاصة من جماهير النادي الأهلي في الثالثة شمال تم التنصيق مع اللجنة المنظمة لمباراة السوبر لكي يتم تنفيذ هذه الدخلة بين شوطي مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك عرفانا وتقديرا لأحد الشخصيات وأحد قبار الأهلوية اللي كان دايما وأبدا بيستقبل بعثة النادي الأهلي منذ أن تصل مطار أبو ظبي إلى أن تغادر البعثة في طريق العودة إلى القاهرة إن شاء الله كل هذه التفاصيل وكل هذه الأخبار تكلل بالنجاح ويكون فرحة وسعادة لدى جماهير النادي الأهلي والنهاردة يكون فيه فرحة في الشرع المصري بفوز النادي الأهلي إن شاء الله بكأس السوبر رقم 12 وفي المقابل أمام نادي الزمالك ب6 ألقاب سوبر مقابل سوبر وحيد لنادي الزمالك فقط